اشتركوا في القناة المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شط الأصعيدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانتلاق بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب اتصاقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمية والشعبية والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات معبرا عن تطلعه لمزيد من التنصيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التبحث حول سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة لللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنصيق إذا أكافت القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضمن وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تم التبحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبيا وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر